هل ممكن في يوم الايام المصرية؟ طبعاً طبعاً بدون شك طب ليه هتخدني بقى في سؤال تاني ليه مش بنشوف زي زمان مديرين فنين مصريين يقدروا؟ مراحل هي مراحل هي مراحل تم احنا النهاردة اللي حاصل على المركز الثالث في بطولة العالم الشباب مدير فني مصري طارق محروص الحاصل على بطولة العالم للناشئين مدير فني مصري مجدي ابو المجد مدير مدير كل ده مصريين والمساعدين اللي موجودين الناس بروميسين جداً إذا كان حسين أو كابتن حسين زاكي والكابتن هاني الفخراني هم بروميسين جداً وبرضو من حسن تقديط الاتحاد إنه بيعد كوادر إذا كان على المستوى ده مهم جداً طبعاً طبعاً على المستوى لأنه ده حصل قبل كده لما كان كابتن جمال والكابتن ألفي وأنا والكابتن صفوات رحمة اللي عليه دخلنا وإحنا صغيرين فالتقديط ماشي بشكل يعني ممتاز أكتر من ممتاز احتراف احتراف لعيبة مصر خارج مصر يفرق فرق مع الجيل ده بالتأكيد فرق بالتأكيد فاتح حباب الاحتراف بدليل إنه من التشكيلة المسالية الأفريقية عندك أربعة آآ الأربعة الأربعة عندهم تجربة احتراف خارجي يعني حتى الدرق عنده تجربة احتراف خارجي طبعاً علي زين حدس ولا حرج يحيى خالد حاجة بروميسي جداً جداً ومحترف بطل أوروبا في فيس بريم والرائع محمد يشام سند محمد اللي أنا يعني سعيد سعادة كبيرة جداً جداً بمستوى مش دلوقتي لأننا متابع مستوى في نادي آآ في فرنسا هو هدف الدوري الفرنسي حاجة عالية جداً الجديد بقى إنه إحنا عندنا الأجنحة ابتدت تبقى ليها يعني نشوف الستاتيستيكس بتاعتهم بارح هنلاقي التهديف من عندنا من الأجنحة بقى كتير جداً بكار واخر أحسن لعيف المباراة بارح وهشام سند هو اللي فتح لنا المباراة بفارق كبير جداً جداً في الشروط الأولاني في الشروط الأولاني بالزبط فيعني المكاسب كتير احنا مش بصدد التحليل الفني ولكن منتخب مصر يلعب كرة يد عالمية منتخب مصر تطور تطور كبير جداً ونقدر نحل ده بقى في أوقات أخرى لكن تطور تطور كبير جداً جداً اللي بيه أنا بقوله النهاردة أو طمعان النهاردة في أن منتخب مصر يبقى عنده مديلية أولمبية